سلام حبيباتي مشتركاتي المتفرجين الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع نقول لكم لي راكم تشوفوا فيا لي اول مرة اضغطوا على الزير الاحمر سابوني لكي تشتركوا فاعلوا الجارس نورتوا القناة مرحبا على اغلا فيديو تا اليوم ان شاء الله تكونوا كامل بخير رايحا نعطيكم شطيت حابوزلوف شوفوا قمة اللذة بنينا بالبزاف عن جد روعة روعة والله صدقوني يمكن اللي ما ياكلوش ما يحبوش والله لو جربتوا هذ الوصفة رايحين تاكلوه وتعتمدوه فغيما يعني شوفوا ميت شباش هنا البوزلوف هذا شريته على جهلكم انا عيت قبل منكم على جهلكم راني راهو جابوه ولكن ما راهوش غاسلو مليح هنا شوفوا انا الودنين ما نحبهمش ما نكدبش عليكم ما نقدرش ناكلهم الله غالب نحي الودن ونحرفها كامل وندخل الموس في التقب بتاع الاذن نحي كامل بوزكرا وكيين الشعر تمه للمبتدئي اللي ما يعرفوش هذي العين تاني نحيها ما نقدرش الله غالب كيين الشعر في هذك تروت على الودن اللي ما تحبش كما انا تفتح الودن في الوسط تنحي هذك الودن وفي الوسط التاحها وين الداخل الانبوب تفتحو تلقى الشعر نحي وهذا كامل نضفوه بياه والعين التاحها ما تنحوهش دركة وهو هذا خضر رايحة تغلبكم لو افتحتو العين ونحيتوها رايحة تتفقس ويسيل هذا كل ما وكلش وتغلبكم من بعد ما نضعوه في المالي مدة عشرة دقائق نحيوها يعني ندي صغزي وهو نحيو له كامل العدم هنا ينف تاني ما نحبوش ياليو كان ما نعرفوش ما ناكلوش عن فكرة الانف لازم ننفضوه الانبوب تاع الانف كي ما راكم تشوفو هذو ما هذو ما على باليش هذو كل قرقشة هذو كل عظام تنحيوهم بسكو وعليش نقول لكم ما نعيف لكم ش قلوبكم كي ينحى شعرات دما كي يلقى فيه الدود فوالا هاني نحيت النيف ما نقدرلوش وهذا كالعظم تاني دوكنو تضربو بالشقور اولان من الزبرة ننحيه هنا من بعد ما نظفتو بالماء والايزيس مخفف خففتو بشوية ما درتو في قدرة عملت فيه خمس ولستفو سوستوم به بالقشرة ديالو لان القشرة فيها الفيتامين خاصة لما نعقمو به بالقشرة ديالو عملت الحبابصل صغيرة زوجه لثلاثة وارق رند نديرو رشة فلفل اسود لا اكتر قطرات من الخل ما نعملو لا راس الحانوت تحبو دورو شوية ملح ديرو معليش الملح تاني عقم ما نديرو لا راس الحانوت لاليزي بيس غيان جيتو باسكو لو نسمناه رايح هنا الخل كما راكم تشوفو ربع كاس تعلاتي لو درنا لاليزي بيس رايح نحن نديروه شطيتها رايح ننعقموه عفوا رايح ننتبلوه خلوه هكذا لحالو باش يدي التتبيل الشابة على القليان هنا خليتو غلاء لمدة عشر دقائق علاج دوكم فهمكم باش مايروحولوش كامل اللي فيتامين دياولو ويتعقم بسرعة بسرعة ما نشرح نطيبو احنا راح نعقموه جيس غير باش يترنخ معنا لمدة عشر دقائق احنا عملت بصلة صغيرة لان كمية البوزلوف راها عندي قليلة لو عملتوا راس البوزلوف كامل اعملوا حبابصل كاملة كبيرة شوية درت تفو صوص ولا ربعاتهم شوية صغار كما راكم تشوفو عبصت عليهم بهدية درت عملت ربع مغارف زيت البوزلوف تعنارو في شوية قغا عملت ربع مغارف زيت حتى نقليل البصلة هي اللولة بس كو لو نعمل زوج مغارف ولا ثلاثة ما راها شريحة تتقلى البصلة معانا تجميها لما حمرت البصلة مليح مليح ضفت لها التوم نعرفوا التوم يتحمر بسرعة قبل من البصلة اعملت قلت لكم اربع ملاعق زيت بصلة صغيرة اه اه اثنين فوصوص توم ولا ثلاثة من بعد ما حمرت البصلة مليح مليح بدأت اللوني تقريبا بني ضفت البوزلوف تاعي من بعد ما اغلى لمدة عشر دقائق صفيته و نحيت له العظم رايحين نعمله شطيتها كاين اللي كما هادك اللي عملته المرصو فيه الحم عفوا نسمحوا لي رايح نكمل مقادير نصف ملعقة فلفل احمر لو عملته راس البوزلوف كامل اللي عملته ملعقة صغيرة فلفل احمر رشة فلفل اكحل اسود ملح دو نكمل معكم لي زي بيس اه ناضفت له اه اه تابل او ورقارنط اهنا لازم البوزلوف راكم تشوفوا فيه لا دوغير اللي ادها اهنا نصف ملعق راس الحانوت نصف ملعقة كاريت على الحم اعطاني بنا رهيبة للبوزلو انا قلت لكم نجرب بالبزيف هنا عملت مغرفة كبيرة طماطش على الباطا ملعقة كبيرة طماطم معلبة حفنة حمص نحول هذا القلاس وعملت رشة صغيرة على الزعفران ماشي الكركم كائن اللي يدول الكركم ويقول لك زعفران خاطئ نعملو الزعفران يعني اللون هادك اللي يسبغ يعني غير نتشا منه تولي الدنيا صفراء نقل وبيان طماطش مع التوابل مع الوحدة الربع ساعة ونقلبو السر البنا السيخته سيخته البنات أنيسات سيدة تعشطيتحات كائن على بالي بزاف شطرات انا نبازع للمبتديئات كائن البنات تعشطيتحات هي تقلية لازم هنا الكمون ننسيت لبنات سيدات تفكرت الكمون ندروا رشة صغيرة لو كترنا من الكمون رايح يعطينا مرارة نقل وبيان نسقيوها جوز جوز مع البوزلوف نغلقو عليها مداليش نص ساعة وطاب الزب البنات والله ما نحكي لكم مرها في فهمكم أخواتي شوفوا جربوه على طريقتي و رايحين تدعو لي شوفوا المفور يجي بنين المفور ياخي من هذا وحده بنا رهيبة ان شاء الله في العيد رايحين تشوفوا وصفة أخرى للبوزلوف كلها ما شاء الله بنين عليها صدقوني ما شبع ناش والله العظيم الطباسة تلحسوا شوفوا ذلك نوريكم جا زبدة ونبازي وعليل بنا هنا من بعد ما طاب فتحت الكوكوت نلقيته رميت لنزوش حبة بطاطا قطعتها هكذا كيما راكم تشوفوا كيما خشنتها شوية حطيتها جوز تدات وردت شوفوا المرقة خاطر الله الله مجمرة شوفوا روعة روعة البطاطا كيما قلت لكم طاب لقيت زبدة شوفوا ادرزوش حبة بطاطا قطعتهم خليتهم 1-5 دقائق وعاود تغلقت الكوكوت بالسيفلة وفتحت عليها 7 ميونيت لقيتها زادت جمراته لان البطاطا فيها نشاء زادت جمراته شوفوا روعة زبدة وديكوريت كيما هكذا لان اولادي حبوا درتها علاجه الولادي وشباه ثاني دقاغ شوفوا جا ما نحكي لكم جربوه في العيد جربوه والله ما تشبعوه صدقوني عملتوا علاجه لكم بقاوه على خير نتمنى تجربوه مع السلامة شكرا